مساء الخير مشاهدين الكرام في النشرة الجوية نقدمها لكم من قناة النهار أول قناة إخبارية في الجزائر إذن أمطار مرتقبة على أغلب المناطق الشمالية للوطن تمتد هات الأمطار إلى شمال الصحراء حتى على منطقة الواحة مع درجة حرارة موسمية نستهيل أن مشاهدين نشطنا الجوية كالعادة بعرض صوت القمر الإصطناعي تضح نصحب عابرة على المناطق الشمالية والجنوبية للوطن أما فيما يخص حركة الرياح الرياح تكون من ضعيفة إلى معتدلة وهذا على المناطق الشمالية والجنوبية للوطن تلحق سرعتها إلى حوالي 30 كم في الساعة نمر إلى الوضعية الجوية المرتقبة خلال صبيحة يوم الغد نرتقب أجواء غائمة تكون مرفوقة بأمطار على المناطق الغربية للوطن تكون أكثر غزارة على الهضابة العليا مثل بيد وتيارت في حين نرتقب أمطار متفرقة بالمناطق الوسطى بالمناطق الشرقية الأجواء رح تكون غائمة وممطرة أمطار رح تكون رعدية على المناطق الداخلية والأولاس مثل ما نشاهد في السورة بالجنوب نرتقب تساقط أمطار متفرقة على شمال الصحراء في حين أمطار رح تكون أكثر غزارة على منطقة الواحد تشكل سحب عابرة بدون فعالية على وسط الصحراء تبقى الأجواء مشمسة على باقي المناطق الجنوبية درجات الحرارة المرتقبة خلال صباحة يوم الغد ستصل إلى حوالي في حدود 15 بعين صالح 14 بكل من إليزي جانت تامنرست وتيندو في حدود 8 درجات على بشار وغرداية 18 ببرج بجي مختار وعينقزام 12 بجزائل العاصمة عن نابا ووهران 10 درجات نحن سجلها بتيزي وزو في حدود 6 درجات على تلمسان ومعذكر 4 درجات على البيض العامة مشرية تيارت والجلفة وفي حدود 7 درجات بالغوط أما فيما يخص الوضعية الجوية المرتقبة خلال ظهيرة يوم الغد تتحسن أجواء تدريجيا على المناطق الغربية للوطن نسجل أجواء غائمة جزئيا بالمناطق الساحلية في حين تبقى الأمطار دايما تتساقط على المناطق الداخلية مثل البيض وتيارت بالمناطق الوسطى والشرقية نرتقي بتساقط أمطار رح تكون متفرقة بالجنوب نرتقي بتساقط أمطار على شمال الصحراء تبقى دايما الأمطار تتساقط على منطقة الواحات مثل ما نشاهد في الصورة تبقى الأجواء من مشمسة إلى مغشات جزئيا على باقي المناطق الجنوبية درجات الحرارة المرتقبة خلال ظهيرة يوم الغد ستصل بإذن الله إلى حوالي في حدود 26 درجة بعين صالح 29 درجة بتندوف 24 درجة بكل من إليزي جانت وتمنرس 32 درجة ببرج بجي مختار وعينغزم بالمناطق الشمالية سنسجل حوالي 20 درجة على الجزاء العاصمة عن نابا ووهران 20 درجة على قلمة في حدود 18 بيتيزي وزو 22 درجة بيتلمسان ومعسكر وفي حدود 16 درجة سنسجلها بمنطقة الغواط أما فيما يخص حالة البحر البحر على السواحل الغربية والوسطى سيكون قليل الإتراب وفقاريها ستكون شمالية غربية تتروح سرعتها من 30 حتى 40 كم في الساعة على السواحل الشرقية البحر سيكون قليل الإتراب وفقاريها ستكون مختلفة الاتجاه تتروح سرعتها من 20 حتى 30 كم في الساعة قبل أن نختم نشاطنا الجوية نتجه بكم اليوم إلى ولاية عند دفلة التقص بها يوم الجمعة والسبت والأحد سيكون تقص مشمس ومستغر درجة الحرارة الدنيا احتلحق إلى حوالي 8 درجات أما القصوة احتلحق إلى حوالي 21 درجة خلال الظاهرة نسبة الرطوبة فيها احتلحق إلى حوالي 80% أما سرعة الرياح احتلحق إلى حوالي 20 كم في الساعة نختم هذه النشرة الجوية كالعادة بورقة المعلومات الفلكية التي توضح لنا شروق وغروب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن الشروق بالجزائر العاصمة سيكون في حدود ساعة 27 دقيقة أما الغروب سيكون في حدود ساعة 5 مساء 36 دقيقة شكركم على حسن المتابعات طبط وقتكم السلام عليكم